اهلا بيكم من جديد رجعنا لكم مرة دي ورجعنا للملعب تاني اللي هي الصحة النفسية وطب النفسي معانا الفكرة دي ضيفة مميزة جدا هنتكلم بقى عن الحالة النفسية كحالة نفسية بس بس هنمسك يعني هو موضوع شايق شوية وشغل الرأي العام لحد ما حاليا انه محدش كتير بيتطرق إليه يعني مش بيبوا عارفين يعملوا ايه ولا يتصرحوا ازاي ولا يروحوا لمن فاحنا حبينا نسلط الضوء شوية على الحتة المظلمة دي الاول براحة ابو ضيفتي بستوزة ياسمينة عبد الحميد خصائية نفسية ومعالج نفسي في المنصورة من ورانا هنا النهاردة وجاءنا من المنصورة مخصوص اهلا بيك ده نورك يا دكتور مرسيح عاملة ايه الحمد لله تمام النهاردة يعني قبل ما ندخل في الموضوع احنا المفروض نزبط الحالة النفسية عموما فيه حاجات بتبقى ساعات اضطرابات يعني مرض غصب عني اعمالي الحالة النفسية دي وفيه حاجات بتبقى بالفطرة كده اللي هو مثلا انا شخصيتي عايزاني اعمل ده فعايزين نفرق ما بين ان انا عندي اضطراب وان انا شخصيتي عايزاني اعمل ده ويطار ده مع عزر ولا ده مش مع عزر هنتكلم النهاردة عشان يعني احراروكم مفاجأة بسرعة عن الاضطرابات الجنسية ده موضوع طبعا يعني شائك وشاغك وشغل الرأي العام في الفترة الاخيرة خصوصا بعد صرح جايزي وحاجات كده فهنبدأ نتكلم ونوضح الموضوع شوية ببساطة ونعرف ايه انواعه وايه تشخصاته فتبدأ يبقى الاول والكلام هاجيب بعد اول جدل دايما اللي حواليه النقطة الاولى الموضوع حصص جدا وللأسف احنا دايما بنتبع ثقافة النعامة منحب ندفل دماغنا في التراب اه منحبش نواجه الموضوع لحد ما نبتدي نلاقي مشاكل وبالفعل المشاكل اللي من النوعية دي بقت موجودة وبقت منتشرة جدا في الفترة الاخرانية اقولك جدا انا اشوف حالات كتير منها ايه اكيد عندك برضا فالفترة الاخرانية حصل الجدل بتاع صرح جايزي واصلا فيه جدل من قبلها هو الشذول الجنسي او الجنسية المثلية دي هي مرض ولا انحراف ولا ايه ودايما فيه جدل ناحية الموضوع احنا نلعنهم ولا نتقبلهم طبعا الغرب الموضوع بالنسبة لهم عادي ولو هنتكلم بقى هو مرض ولا انحراف لما نيجي نعرف الشذول الجنسي اصلا او عايزين نعرف هو مرض اه نبدأ نمسكه كده بالبداية هو يعني ايه وايه انواعه مساء تمام هو لا هو مرض ولا هو انحراف لا دا ولا دا مش مرض لانه مش حاجة معيما مرض اكيد انت عارف يعني المرض حاجة معينة في الجسم هي اللي فيها مشكلة فلناحية هو مرض ولا لا فهو مش مرض هو انحراف لا مش انحراف لانه بيبتدي مع الانسان منذ الصغر اه بممكن يبتدي يتكون الافكار بتاعة الجنسية المثلية ممكن تبتدي تتكون من سن سنتين لاربع سنين وغالبا الشخصية دي بيكون اصلا كانت شخصية او الطفل دا لو بنتكلم عنه كطفل كانت شخصية حساسة محتاجة لمزيد من الرفق والمعاملة اللي فيها احتضان وفيها هدوء وفيها عوامل تانية كمان بتأثر فيها زي علاقته بالاب والام وطبعا لو ميل لو ذكره هيبقى علاقته بالاب تحديدا لو في ميل علاقتها بالام والاهتمام طبعا اللي هو بيقى مفتقد ساعات ان هو تعرض لاعتداء ساعات او صدر الجنسية ده دور او حاجة فعلا لما انا كنت بكشف على اي حالة بسمع دايما عن حالة اه معظم المسكين فعلا انت حقيقة معظمهم مش كلهم يعني مش كل حد تعرض لاعتداء جنسي او تحرش بيتحول لمسكين ده مش اساسي بس هم فعلا معظمهم 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 اتعرض لاعتداء جنسي هنرجعلكو فاصل قصير وكل الكلام ده هنتكلم عنه تاني وانتظرونا بعد الفاصل مش هنغيب عليكم يعني لكم من جديد في الفقرة الشيقة بتاعتنا دي هنتكلم تاني عن الكلام اللي احنا كنا فيه قبل الفاصل وعايزك تدخلي على طول تقوليلي يعني ايه اسباب الموضوع ده ويترى الموضوع ده حاجة ممكن نتكيف معها ونعديها ولا دي حاجة لازم ناخد بالنا منها ونبدأ ندور على علاجها يعني هي مرض هنعالجه ولا نسيبه كده خلاص في ايه اسبابها الاول ووليد نعمل فيها اسبابها احنا قلنا اصلا ان منذ الطفولة ده جان طفل اصلا شخصية حساسة فعموما الشخصية الحساسة دي بتبقى محتاجة معاملة برفق ولين وقرب طبعا لو ذكر هيبقى احنا لما بنكبر شوية بنبتدي نقرب من العكس الفترة الاولية من حياتنا بدي بقى ملتصقين بالام او قريبين من الام مش عايزين نبعد عنها بعد كده الذكر بيبتدي ميل للأب بعد ما بنعدي المرحلة دي وعايز ان فاصل بقى وكون شخصيتي فيبدأ بقى عشان كده دايما بنقول انه الأب بيلعب دور مهم جدا جدا في الصحة الجنسية للأبناء الزكور تحديدا والإناث برضو بس اكتر الزكور لان ان هو هو اللي بيعرفه يعني ايه ان انا راجل اصلا هو زي تعامل مع نفسه وشكله ولعبه معاه ولما بياخده معاه الجامعة وشايف الجامعة كل اللي فيه رجالة فهو خلاص عارف ان انا مختلف عن اختي وعن امي هويتي يعني هويتي بيبتدي الأب هو اللي بيدي الهوية الجنسية فلما بيبقى فيه الترق في العلاقة الأب غايب الأب مسافر أو الأب موجود ساعات الأب بيبقى موجود ومش موجود هي حاجة كده شائعية يمكن برضو عايزك تعلي عليها انه هو ساعات لما يكون الأب مش موجود الأم مثلا ممكن تلعب ابنها مع بناتها مع بنات الحارة مع بنات العيلة تلبسه لبس بنات زمان كان الموضوع ده منتشر اوي على اساس طفله هي مش فهمة فده يعني فيه حد كان فيه حالة جاتلي كان بيتكلم بيقولوا ان انا من صغري انا اصلا عايش مع بنات في بنات وكل الحاجة كده فده لازم نفرق على كتير منهم اصلا بيكون كده وان الام بتلبسه لبس بنات ويقول الناس ندحك بقى واخدينها احزار ونعمل له قصة ونلبسه توكا ولا نحط له مانيكير كل ده غلط اصلا او كمان فيه حاجة اخطر ان انا ابتدي اخطبه هو ولد وانا ابتدي بخطبه على انه بنت كانوا من انواع تلعه كانوا من انواع تلعه طبعا ده غلط جدا لان انا من سن ثلاث سنين ان الطفل بيبتدي استكشف نفسه وبتدي يعرف ان فيه حاجة اسمها بنت وحاجة اسمها ولد فانا عشان اكد الهوية الجنسية بتاعته لازم اتعامل معي على انه ولد مجيش يبقى يبقى فيه حاجة محتاجة لغط نيجي الموضوع تاني احنا قلنا الاب لو مسافر او وممكن بقى يكون موجود او ومش موجود مش موجود ازاي بمعنى ان هو اب عريف فيه مشاكل دايما بينه وبينه الام اه فيه اه هو اصلا عنيف معطف اقاطعك معلش جلنا اتصال نشوف اسمها تقدلي اسمها تقدلي اسمها معاكي هلو اقاطع ولا لاش هزاير طيب تمام نرجع نكمل لحد دون اسمها ترجع تاني شوف بتعمل ايه طيب فهتبقى دي ازاق كمان العلاقات المؤذية اللي احنا بنتعرض لها سواء في مرحلة الطفولة او في مرحلة المراكة ازاق التحرش او الاعتداء الاتنين ممكن يجيش سيبوا نفس المشكلة او نفس القثر النفسي مع الطفل جل الحاجات دي بتؤثر طيب هم في الغرب بيعترفوا بالمثلية و بيعترفوا بزواج المثليين واصلا كمان الترابي المثلية جنسية غير مدرج في دي اس اما فايف اللي هو تشخيص التشخيص العالمي للترابيات النفسية هم مش درجينه عشان هم مش شايفين ان ده مرض انت قريبا انت صار رجع ايمان ايمان معنا ايهم احضرتك اتفضل حضرتك كان عن 33 انا、 29، 23، 23 بعضيه كنت وعناك كنت مكتوبة أحفل بلوكي ده وتتفق بلوكي تمام وجاي الحالة بعد ديها أدوك معيك تفضل كمّل وجاي الحالة بعد ديها أدوكي بقى على طول صدعة؟ أه أدوكي بقى تمام بس الحالة دي كنت بياتلي كده قبل انتحاد الكلية أه أه ده بعد الانفصال يعني إيه؟ بعد الانفصال بعد ما نفسكت الخطوبة طب تمام بعدين وإيه الحالة دي كده قبل كده قبل كده وانا بانتحادك كلية كنت مضطروا أه ألو؟ معيكي تمام بس؟ ولا في حاجة تانية؟ لأ هو بس بس يعني أعوز أسألها بس حالك هو اضطرابات جنسية الكيب يعني ليه الترابات جنسية؟ لأ يعني أبنتي لها كنت بالكلية كنت يعني تحبه كثيرة كنت بتحب إيه؟ عالي صوتك كنت بحبه خطيبي بس يعني كانت حصل ببعض نظر وفقات الكلية حصل إيه؟ مشاكل أنت محرجة تقولي حاجة؟ يعني في حاجة عايزة تقوليها؟ لا مش محرجة اليوم حاجة لكن يعني كم في مسات البنية يعني انت سبتوا بعض فانت دلوقتي عندك صداع ضوخة بتقعي بس؟ ولا في حاجة تانية؟ طيب طيب لما بيغمى عليكي بتفقد الوعي ولا بتبقي حاسة بكل حاجة؟ يعني ما بتبقي استمع الناس اللي حواليكي ولا ولا حاسة بحد جنبك بيفوقك أو بينده عليكي أو أي حاجة من دي؟ مش حاسة بأي حاجة فوقك خال خال تمام ماشي ايمان هو تقريبا دي دخلة بقى في سكة اللي هو بست تروماتيك استرس أو طرابة بعد الصدمة هنا طيب معانا راجب كمان تفضل يا راجب حبيب السلام عليكم عليكم السلام عليكم وتعادل التختورة وتعادل فريق العزاد بتاعك المحترف اهلا بيك تفضل وخنات صحة الجمال اهلا بيك تحت عمر هو ينا تقريبا اللي معا مشكلة يطلع يقولها على طول يعني ما يستكسبش يقريبا معا مشكلة يقولها على طول يعني ما يستكسبش يا ريتو الله انا يعني مثلا انا راجل ليه 30 سنة من زوج طيب ان شاء الله عندي مشكلة ان انا لو زوجتي افتجرت حية وجالتها علي اثناء مثلا المدعبة اه خلاص كده كل حية بتفر مني بتحروج علاجي يا بصراحة طيب وانت هي كده عملت قط يا حج راجل كده الموضوع ووقف انا عيد من الاول طيب ملووش علاج يا دكتور ليك ولا ليها يا دكتور ليها اي دكتور تقولها على علاج ليها ولا ليك ما ليها انا ببطر خلاص بطلت طيب خلاص حاضر شكرا يا حج راجل طبعا سؤال يعني لزيز جدا يا بصرا ما اسمعتوش اصلا كوي انا فهمته ان هو اثناء المدعبة والعلاقة الجنسية تقريبا هي بتفتكر حاجة تقريبا مشاكل او بتتكلم في حاجة بتفصله اه هي كده ممكن يكون عندها تروما اصلا ممكن تكون تروما اه اه ممكن يكون عندها تروما من حاجة معينة من الجماع او في مشكلة معينة يا اما فلن انجزايتي من الجماع اصلا او بيحصل لها الام اسناء الجماع هتروح الاول عند طبيب نسا نتاكد ان ما فيش مشكلة عضوية ما فيش التهابات اي مشكلة عضوية بقى دي ده مش مش تخصصنا اه نتاكد ما فيش مشكلة عضوية اه لو في مشكلة عضوية طبعا هيبقى ليها علاج وادوية وهنتغالك لو ما فيش مشكلة عضوية هيبقى هي سبب نفسي زي ما انا قلت لك كده اه 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 اما هي عندها مشكلة اه اه نفسية او تروما تخص الجماع او تخص ايمان بس سؤال القابل الروس وضع والدخة وانك بتوع ايمان ده غريبا هيحتاج دعم نفسي او نشوف انت لسه بتفكري في الموضوع كتير وشغلك وبتاع محسول احنا منجل في نقطة ايه انه هو الغرب بيقولوا ان هو مش مرض وان ده التوجه الجنسي ثقافتنا هنا بت pests مرض يعني مرض احنا قلنا هو مش مشكلة معايا بس في نفس الوقت ما فيش جينات أو كرومسومات أو حاجة في الجسم بتدل أو بتشير أو منطقة معانة في المخ بتمسؤول عن المثلية لما فروض جمس ألوان الموضوع ده رأيه في الموضوع قال إن إحنا أصلا كلنا لما بنتولد بيبقى عندنا الاتجاهين عندنا اتجاه الغيرية وعندنا اتجاه المثلية فالتربية والبيئة ناخد اتصال لأن حلقة جامدة طهى من سهياج تفضل 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 هنتكلم عن علاج دلوقتي طبعا ليه علاج بس هو حاجة معينة على اللي عايز تعرف علاجها ولا للتربات عموما أه يعني ايه في التربات حد يحصل الاتخاء آآ في شعال الممارسة عدم تقويض من التربات مم 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 تماما ماشي خلاص ماشي هاجتاك تحتامي اه ارد انا على السؤال ده هو تريعا بيسأل علاقة الجنسية العادية انا بنتكلم النهارده عن الترباط فالعلاقة الجنسية العادية عموما برضو هنكشف عضوي الاول نشوف اي مشاكل في الجهاز التناسولي او كده لو مافيش هنشوف بقى الحالة النفسية اخبارها ايه في قلق في توتر في رغبة اصلا ولا مافيش يعني الرغبة هي البداية في رغبة يبقى في حاجة زي مثلا ارتخاء او كده بناخد لها ادوية بسيطة فيه قلق عام برضو بناخد حاجة للقلق او مضد اكتئاب يبدأ يزبط الحالة دي بس طالما ما فيش حاجة عضوية البيتامينات بقى ومناشطات دي موجودة كتير يعني ودي طبعا محتاجة لما ان شاء الله نشوفها كحاجة رجب هنكتب لك حاجتها هكتب لك الحاجات دي ان شاء الله بس الموضوع مش صعب ان شاء الله نرجع تاني للترابات عشان نلحق نيوضحها ويعايزين بادر نركز على علاجها ويطرى نروج لها وندفع عنها ولا نقول يا جماعة ده مرض خدوا بالكوا او مثلا ده الطراب ما ينفعش ندافع عنه طيب احنا قلنا انه اصلا ما فيش حاجة في الجسم للجينات ولا منطق في الموخة مسؤول عن موضوع الجنسية وان احنا اصلا بنتولد بفترة الاثنين الغيرية اللي هو العادي بين ستة وراجل الجنس بين ستة وراجل وبنتولد برضو بالمثلية والبيئة والضغوط والصدمات اللي احنا بنتعرض لها هي اللي بتحدد زائد الاعتداء الجنسي او التحرش او اي ابيوس انا اتعرضت لي ده بيأثر على الموضوع فاذن هو مش مرض وما ينفعش نقول عليه انه هو مرض في بعض الناس بعد الهجة الاختنية بتاعت صراح جازي قالوا انه الحيوانات بيبقى بينهم فيها مثلية هنرد على الموضوع ده بس لانه الموضوع ده انا عايز ارد عليه جدا اولا ما ينفعش تاخد هو قالك ايه ان الحيوانات عندها مثلية فاذا ان هي فطرة من الفطرة طيب الحيوانات بتشتاق بغريزتها عندها حب البقاء عندها كذا بس ساعات بتخلط بين الغراج وبعضها بدليل ان فصيلة زي فصلة القطط مثلا ساعات بتاكل ولادها لانها ما فصلتش بين غريزة الصد والبقاء وبين غريزة الامومة فده ما ينفعش ناخدها من القياس وإيه لنا يعني الفرد نمشي بالفطرة الطبيعية لان انا مثلا راجل دور على ست بالضبط احنا بقى كبني قدمين انه راح نأكل ولادنا لا طبعا فمش اي حاجة الحيوان بيعملها انا كمان هعملها ومش ده دليل على ان المثلية مباحة يعني مثلا صراح جازي الناس كانت بتدافع عنها جدا انتو بتدافع عن الانتحار او لا عن المثلية يعني عايزين مثلية يا سلام يقولوا ان دي كانت مريضة مريضة فحالة واحدة بس أو هي عندها مشكلة فحالة واحدة بس او احنا ميني نفض ام احمد منمنصورة نرجع نكامل اتفضل يا ام احمد السلام عليكم عليكم السلام اهلا بيك اهلا بيك قول يا ام احمد ما عايزش اعايز ان اكلم الدكتور انا فقط بتكلم دلوقت امتي اه الخط اطقم تفضله اه دكتور امعيك يا انا ماشي ازيك يا دكتور ازاي تعمله ايه الحمد لله والله. الحمد لله. لو سمحت يا دكتورة معلش عايزة اكلم حضرتك يعني انا مشكلة انا انا من شعر واحد وانا بلف لما دورت يا دكتورة وتعيبت. اه. لو سمحت انا 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 مرض ضغط وسكر وتقريبا كنت وقعت يعني بس كنت فايقة كنت متكلم يعني. اه. كنت وقعت مش عارفة ليه غايبوت السكر ولي ايه. وكان معي علاج لولدتي. في 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 الادوية بتاعتي. وهم خدوني الدكتور وورروني يكشف عليا. فانا مش عارفة الدكتور كثر بعلاج على حسوس العلاج اللي كان محسوسة في بتاع والدتي. فانا مش عارفة بقى من نهارها وانا مش عارفة لماذا مش 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 فايقة يا دكتورة زي طبيعية زي ما قلت الاول. طيب انا ارد انا على السؤال ده. ويا محمد تقلينا. انا انا عايز احضر بس معلش ارجوكو. يعني انا بس ارجوكو. حاضر يا محمد. حاضر يا محمد. هقولك انا تعمل ايه. معلش قولينا حل بس. انت تقريبا اخدت علاج غلط. يعني انت اخدت علاج غلط. ده اللي انا فهمه يعني انها كانت تعبانة فقلبت في كيس علاج مومتها فاخدت علاج غلط. اه. هو احنا يعني ممكن ده مش موضوعنا بس بصي انت محتاجة تروحي الاول لدكتور باطنة عادي جدا. انت شوفي انت اخدت علاج ايه ومعاكي العلاج اللي اخدتيه. وانت شوف الدخل دي سببها ايه. يعني انت شوفي العلاج بس اللي اخدتيه لجيبه لنا او تروحي تكشفي عند دكتور عادي. تقولي له انا اخدت العلاج ده. مدوخني. اعمل في ايه ولا اتصرف ازاي? واعمل برضو شوية تحاليل. اناميا. صورة دم. اه. الحاجات دي كلها. اه. يعني يمكن. اتي. ده خلوها على البرنامج اللي بعد ده يا جماعة. يعني يمكن يا عايزة دكتور باطنة. لو في ده كاترة باطنة النهار ده ومحمد معنا. ماشي يا محمد طيب. نرجع بقى بسرعة عشان الوقت ما يزنقناش. احنا كنا بنتكلم عن اه الفكرة. اه. فكرة اننا. اه. فعايزين نلخص الفكرة. تمام. ترى. هنعليجها ولا نروج لها ومحتاجة ايه? من اصلا اللي هيتعالج? اللي هيتعالج. الاسف ان يكون شزن. اللي هو متضايق من الوضع دوت. وحابب ان هو اغيره. بقى مؤثر على حياته. جاب له اكتئاب وعايز اغيره. لكن اللي مش اللي متعايش مع ده. خلاص دي حاجة دي حاجة ترجع له. فكرة الترويج والدفاع وكلام. لا طبعا ما نروجش ليها. لان اي ترويج ليها. ومحاولة. احنا بنقبل المريض اللي عايز يتعالج. اللي بيقول له سمحت سعدوني. انا ع بطل وعنده فرصة كبيرة ان شاء الله للتعافي. وفيه ناس كتير جدا ادرت الحمد لله ان هي تتعافى من الموضوع ده بالعلاج النفسي طبعا. اه لكن فكرة انه ان احنا نروج لفكرة نفسها فانتع بتخليها طبيعية. فبتخلي الناس تقبلها. وطبعا الشرار الصغير والمراهقين. هبتدوا يشوفوا ان دي حاجة طبيعية واي يعني. فيبتدوا يقبلوا عليها واكيد ده احنا مش عايزين. اطبعا بشكرك على كلامك ده. وهوجه انا يعني كلمة اخيرة. اه ان الموضوع ده محتاج توعية اكتر. وان احنا نفهم الموضوع. يعني احنا بصراحة جايزة كانت فرض. هي حبة حياتها كده وفضلت تنهيها بالشكل ده. فده مش مبرر راح ندافع فالناس تقتنع بالفكرة وتحبها. اكيد اي حد مش عايز يبقى كده. ناخد بالنا من المواضيع دي. في النهاية يعني ياريت تكونوا استفدتم من الحلقة بتاعت النهاردة ومن الفقرتين بتوعنا. ان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية وفي صحة نفسية افضل. واخدوا بالكم من الاكل خلاص. احنا قلنا اتكلمنا فيها الفكرة اللي فاتت. حالة نفسية المرة دي مهمة جدا ناخد بالنامجة. اشوفكم على خير ان شاء الله دكتور احمد ميح. مع السلامة.